السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم وسهلا بكم في فيديو جديد من عالم السهرات عليكم عمر عبد المقصوب وإحنا النهاردة موجودين في حفلة إطلاق هايونداي بايون 222 العربية تم الكشفة عنها من كم يوم ولكن مش بشكل رسمي لأنها موجودة عند كتير من الموزعين علامة هايونداي لكن النهاردة هو حفلة إطلاق الرسمي للعربية هنا في الفرع غبور أوتو وكيل علامة هايونداي الكورية في مدينة الشيخ زين طيب العربية بتطرح بأربع فئات نتكلم عليكم دلوقتي الحالا ن 굉장히 معنا الفئة الأعلى تجهيزا من العربية وزي ما قلت لكم أربع فئات بتطرح بيهم العربية الفئة الأولى سعرها 2099 ألف جنيه الفئة التانية سعرها 200. آه 325 ألف والفئة الثالثة 345 ألف والفئة الرابعة والأعلى تجهيزا اللي هنتكلم عليها النهاردة بسعر 365 ألف جنيه طيب آآ بشكل سريع كده نتكلم على التجهيزات الخارجية ومنظومة الحركة في العربية. والتجهيزات الدخلية جوه العربية كده. بشكل اساسي عندنا منظومة الاضاءة الامامية بيبقى فيها عندنا اضاءة نهارية موجودة آآ سلام بتبقى رفياعة بالشكل يلاكي شايفينه ده من فوق. ومن تحتك عندنا عندنا الوحدات الخاصة دي الاضاءة الرئيسية الامامية. اللي بتيجي الاضاءة بتاعتها ال اي دي. بداية من الفئة التانية والتالتة والربع. اما في الفئة الاولى فبتكون اضاءة بتاعتها مع فتاحات للتهوية موجودة هنا. وشبكة امامية من البيانو بلاك او البلاستيك الاسود اللامة وحساسات ركن امامية موجودة في الفئات الاعلى تجهيزا من البايون لكن مش موجودة في الفئات الاقل اكيد. وديفيوزر بيجي بلون آآ رصاصي فاتح مختلف عن لون العربية مع فتاحات تهوية سفلية وفتاحات تهوية موجودة في الشبكة الامامية مع تصميم ملفت للنظر جدا يعني مستوحى زي ما كانت بتقول هينداي من الاي توينتي ومن اللي هينداي توسان في آآ ماكس كده لطيف للعربية. العربية في المقام الاول بتبقى بتستهدف الناس اللي بدور على العربية خفيفة ورشيقة وبتسخدمها استخدام يومي. وعربية آآ مدينة في المقام الاول. هي سيتيكار في المقام الاول. بتنافس فاقة الساب كومبكت كروس اوفر. آآ مبنية على طول او مبنية على قاعدة عجلات او بتاعت اللي هي الهاتش باك. ولكن هي نزلة بشكل كروس اوفر زي ما احنا شايفين في آآ الفيديو كاته. طيب آآ عندنا كمان آآ اماكن للحماية او فلاستيك للحماية موجود هنا. وموجود كمان بيكمل معايا عند اقواص الكويتش والعتب بتاع الباب من تحته وكذلك الدفيوزر الخالفي من من ورا. آآ الكويتش بتاع العربية بيجي آآ مقاسه ميتين وخمسة على خمسة وخمسين والجانت بيجي سبعتاشر انش توتون زي ما احنا شايفين في الفئات الاقل بيكون الجانت ستاشر انش. آآ المريات الجانبية قابلة للطي اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربية وفي جواها اشارات آآ جانبية بتيجي الاضاء بتاعتها ال اي دي وانلاحز كمان موجود او نظام كشف النقاط العامية اللي بيميز عوامل السنوة والامان هنا في الفئة الرابعة والاعلى تجهيزا من اللاحز كمان المريات بتيجي بكافر من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع اللي بيكمل معايا كمان عند السقف العربية بتيجي بلونين او توتون العربية نفسها السقف بيجي بلون اسود مختلف عن لون العربية زي ما احنا شايفين وعندنا روف راكس موجودة هنا برضو بتيجي بلون الاسود ولكن المط مش اللامع الاريال بيكون اريال عادي مش انتنت آآ زعنافة ارش وآآ بيجي عندنا اترمات من الكروم موجودة كده بتشكل الفريم السفلي اللي موجود حوالين الازاز الجانبي بتاع العربية الازاز الامامي بيكون مش فاميه لكن الازاز الخلفي بيكون فميه وكذلك الازاز الخلفي تماما بيكون اه فميه في العربية في كل فئاتها. عندنا كمان دفيوزر اه عندنا عفوان سبويلر خالفي موجود هنا مسبد جواه الاضاء التحزيرية الخاصة بالفرامر اللي تيجي ال ايدي طبعا الاسبويلر ده بيكون ملحوم مع السقف زي ما احنا شايفين بيدي منظر شكل العربية. ما فيش فتحة سقف نهائيا في العربية في ايا من الفئات الاربعة اللي بتطرح بيهم العربية هنا في السوق المصري. ولو رجعنا كمان كده عند معبض الباب هنلاحز وجود او دخول على راكب ده من المفتاح لباب السائق وباب الراكب الاماني. طبعا ده اه مش موجود في كل الفئات بيبقى موجود في الفئة التانية والتالتة والربعة. اه لو رجعنا الورا كده هنلاحز منظومة الاضاءة الخلفية اللي بتيجي القلق دي بالكامل شكلها مميز تصميمها مختلف تماما ملفت للنظر جدا هنلاحز انه باب الشنطة بيجي كمان توتون. الجزء ده بيجي بلون اسود عنده علامة هنداي مع الكاميرا الخلفية تحت منه. والجزء اللي بعده بيجي بلون اه العربية بلون الازرع زي ما احنا شايفين. عندنا طبعا اه حسات راكن خلفية موجودة هنا. والديفيوزر الخالفي اللي بيجي بلون الرصاصي انفاتح شكله كمان مختلف ومميز. والاضاءة اللي بتبقى على اليمين هنا سواء الاضاءة الخاصة بالرجوع للخلف او الاضاءة الخاصة بالفوج لايت الخلفية بتكون الاضاءة بتاعتهم من اتنين هلجين. باب الشنطة بيفتح بشكل طبيعي يدوي مفيش فيه اه افكار او كهرباء او كده. عندنا مساحة الشنطة 411 لتر مستغلة بشكل كامل قابلة لتغيير العمق بتاع الارضية بتاعتها. وده كمان عندنا رف. ده بيتشال بشكل زاكي جدا في الجزء ده لو انت عايز تستغنى عنه او عايز تطلعه بالشكل ده علشان تستغله ككافر او تستغله كرف عايز تحط عليه اي حاجة خفيفة. لو انت مش عايزه خلاص بترجعه تاني مكانه بالشكل ده فبالتالي متحتاجش تشيله برا العربية. ممكن كمان استخدمه او عفوا ممكن كمان ازود الارضية بتاعت الشنطة في الارتفاع بتاعها بالشكل ده باسحبها الورا. وبزود الارتفاع بتاعها في المنطقة دي كده بالشكل ده فتطلع معاك لفوق بايد واحدة زي ما انتم شفتم مش محتاج تبزل مجهود فيها. او لو عايز تزود العمق كمان ممكن تغير انك تشيلها في الشكل ده كده. وبترجعها الورا. بالشكل ده. طبعا الاستبن موجود في الجزء السفلي كمان للعربية اللي هو المنطقة دي. ده كده الاستبن هو زي ما احنا شايفين. بتاع العربية. بيجي طبعا لشنطة احتياطي اكيد. والارضية دي فيها اماكن او هوكس لتثبيت اي حاجة. واماكن جانبية كمان للتخزين. مكان ليه الطفاية. ووحدة اضاءة هالجن صغيرة موجودة جوة الشنطة. ربعمية وحداشر لتر مستغلة بشكل كامل. طيب اه عندنا كمان كبار الادي موجود هنا وواصل ما بين الفانوسين الخلفين اليمين والشمال. بيدي منظر كمان شيك للعربية. وزي ما قلت لكم زيز الخلف بيجي فاميه مع مساحات خلفية. تعالوا نركب جوة ونشوف اخبار المساحات ايه. مبدأيا الباب كله بيجي من البلاستيك. زي ما متحسش ابدا ان هو بلاستيك رخيص او بلاستيك اي كلام. فدي حاجة يعني في الفئة السعرية والحجمية بتاعت العربية تعتبر حاجة كويسة. اه بيتميز العربية لانه في العادة مبقاش في الفئة السعرية دي مبقاش الماتيريال احسن هنا. طيب. اه الفرش بيجي من القماش بالكامل زي ما انتم شايفين كده احنا هنا في الفئة الاعلى ومع ذلك الفرش بيجي من القماش بالكامل. ما عنديش مسند ايد خلفي والكنبة الخلفية اه قابلة للطاي اربعين ستين بالشكل ده. علشان تزود مساحة الشنطة. لكن طبعا الجزء ده ده الجزء بتاع الرف. لو انت حطه هنا بيقفل. لو انت شلته خالص بيفتح معاك على الشنطة مباشرة. فالكنبة الخلفية قابلة للطاي اربعين ستين. مفيش مساند ايد خلفية. في اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال او العايزوفاكس. وآآ عندنا كمان زي ما قلت لكم الفرش بيكون من القماش بالكامل. لانه نقعد كده ونشوف اخبار الاعدة في العربية ايه? نبدأ ايا القعدة الى حد ما مريحة زي ما قلت لكم العربية مبنية على طول قاعدة عجلات او على قاعدة عجلات آآ فبالتاني هي تعتبر هاتشباك ولكن هي من ارتفاع بتاعها مع المساحات الداخلية بتديك تنافس في فئة الكروس اوفر او سب كومبكت كروس اوفر. آآ مساحة الرجبة آآ الى حد ما واخدها صابع فيه الكرسي نفسه فيه كيرف فانا قاعد مرتاح الى حد ما العربية زي ما قلت لكم هي عربية آآ مدينة في المقام الاول. آآ عندنا كمان فتحة يو اس بي تايب ايه موجودة هنا. نفق الفتيس مش مرتفع للدرجة فبالتالي ممكن تقعد في النص مرتاح. الكونسول الوصف كمان بطالة لقدام. دي كده انا قاعد وحطت رجلي على نفق الفتيس زي ما انتم شايفين. فبالتالي الاعادة في العربية مش هيبقى صعب قوي للاشخاص الكبار او البلاغين او الطوال في الحالات اللي زي. ولكن على المسافات الطويلة ممكن يعني ايه تحتاج تنزل ترايح شوية من الغربية. طيب آآ من قدام تعالوا نطلع قدام كده ونبص بصة سريعة مبداية زي ما انتم شايفين كده من بعيد. شاشة عددات بتيجي ديجيتل. شاشة العددات هنا بتيجي ديجيتل في الفئة الاعلى فقط. اما بقية الفئات بتكون شاشة عددات آآ قارب عادية. شاشة العددات بتجدل دي بتبقى هي نفس شاشة العددات الموجودة في بالزبط. نفس السوفتوير ونفس الشكل ونفس كل حاجة مفيش فيها اي اختلاف. آآ بطبعا بتيجي آآ قابلة لتغيير الالوان او المود بتاعها والثيم بتاعها كمان. آآ بتيجي مقسها عشرة وربع انش. عشرة بوينت توتو آآ تونتي فايف. انا ما اسكر اه. عشرة آآ وربع انش. وشاشة الانفتايمد سيستم بتبقى موجودة بديجيتها من الفئة التانية. بتيجي تمانية انش. بتدعم الاابل كار بلاي والاندوريد اوتو. وطبعا آآ بتاعت شباعتها بتبقى عالية. هي انا جربت العربية من شوية لكن دلوقتي فصلت. لكن بشكل عام بتاعها مش مختلف خالص عن الموجود في عربيات هايونداي بشكل عام سواء او هايونداي توسان. آآ الماتيريا المستهنة في العربية بشكل اساسي كله من البلاستيك زي ما احنا شايفين الجزء ده كل الطابلون من القدام بيبقى من البلاستيك. كل ده منيجي من البلاستيك. آآ فتاحات التهوية تحس ان هي ممتدة على الطابلون الامي ولكن هي اربع فتحات تهوية فقط ولكن بتدي منظر شيك شوية ولكن برضو بتيجي من البلاستيك زي ما احنا شايفين. التكيف بيجي آآ مش منطقتين بيجي منطقة واحدة ولكن بيجي آآ وشكله كمان شيك مع ازرار وآآ عقارب موجودة هنا او يعني زي ازرار آآ علوية وسفلية كده شكلها شيك. وعندنا فتحتين يو اس بي واحدة للشحن وواحدة آآ دي للشحن ودي لتوصيل التليفون مع فتحة 12 فولت مع شحن وايرلس موجود هنا في الفئة الاعلى مع داخلية بلون واحد بلون الازرع زي ما احنا شايفين بتبقى موجودة هنا في المنطقة دي موجودة كمان عند الابواب عندما الدواسات بتاع في البنزين وفرامل. عند كمان مساحة التحزين اللي هنا وموجودة كمان في المنطقة بتاعة الباب من هنا. ده يعخذنا للباب Beat بتاع الساقف بيجي من البلاستيك. ولا البطن بتاعه من البلاستيك. الحاجة الجلد الى بتيجي في ال SãoT sind 1 جلد من الجلد هي المنطقة المنطقة الجانبية. من خلال واحد التحكم الموجودة هنا. ومن الممكن كمان افتح بالشكل الموجودة التخزين هنا مساحت التخزين حجمها اكبر من مساحة التخزين الموجودة في الابواب الخلفية. وعندنا على ناحية الشمال عندنا التراكشن كنترول عندنا وعندنا هنا وحدة التحكم في ارتفاع عدسة الاضاءة. عجرة القيادة نفس تصميم تقريبا الموجود في الهيندايتو سان. عندنا على اليمين كروس كنترول مع اللينكي باسستة او مساعد البطاقة في الحرق المرورية زي ما احنا شايفين كده. مع الكروس كنترول وواحدة التحكم هنا في المينيوز اللي موجودة في الشاشة بتاعة العددات. وعلى الشمال عندك واحدة التحكم فيه بتاع العربية وطبعا فيها اوامر صوتية. الاضاءة بتيجي اوتوماتيكية والمساحات كمان بتيجي اوتوماتيكية يعني عندنا سنسور للاضاءة وسنسور للمطر. ده هيخدنا لعوامل استنامو الامام في العربية. عندنا حساسات ركنة امامية وخلفية بالاضافة كمان لستة ايرباج موجودين في العربية. اتنين امامي اتنين جانبي في الكراسي واتنين ستا ايري موجودين في الاواين الامامية. لكن ده طبعا في الفئة الاعلى. بعد كده الفئة اللي بعدها او اللي قبلها بتنزل اه اه اتنين ايرباج. يعني في اربعة ايرباج. بعد كده الفئة الاولى بيكون اتنين ايرباج فقط. عندنا اه كمان اه تاير باشر مونتنج بكلمنا عليه. كلمنا كمان على اللي هي نظام كشف النقاط العمياء في جنب العربية في المرياة الجانبية. والمرية الخلفية بتيجي تعتيم ذاتي زي ما احنا شايفين كده بتبقى بفريم ولكن تعتيم ذاتي بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا مفيش فتحة سقف العربية نهائيا ولا في اي فئة من الفئاتها. والشماسة هنا بتيجي اه بمراية ولكن بدون اضاءة. وهنا كمان نفس الحكاية بمراية ولكن بدون اضاءة. لأ فيها اضاءة هنا. في هنا اضاءة صغيرة وكده موجودة. علشان الشماسة. او في هنا كمان اضاءة. طيب. اه عصاية نائل الحركة. سن اه اللوك بتاع السنسور الامامية. وطبعا هنا الحركة بيجي بحارة واحدة زي ما احنا شايفين. فورامل اليد للأسف بتيجي يدوية مش كهربائية. مع اتنين كاب هولدر والمستخدم بالكامل من الفلاستيك زي ما احنا شايفين. ومسند اليد القابل للاطالة بالشكل اللي احنا شايفين. وده مع مسند او مساحة داخلية تحت منه. علشان لو عايز تحط اي حاجة ما فيش فيها اي اضافية. هو مجرد مساحة تخزين فقط. مش اكتر كبان بيفتح بشكل صوفت او بشكل ناعم. وبيقفل كمان بشكل ناعم. فبلابس بوكس مساحته كبان كويسة. وعندنا طبعا هنا زي ما اتفعنا فيه بليتو السيستم. وفيه كمان ابل كار بري واندويد اوتو. تعالوا نطلع قدام ونبص بص كده على الموتور بتاع العربية ونتكلم على منزومة الحركة فيها سريعا. منزومة الحركة في العربية مكونة من المحرك اللي قدامنا دلوقتي ده. محرك اربعة سلندر الف وربعمين سي سي تنفس طبيعي. بيبقى اه متوصل على ناقل حركة اوتوماتيكي من ست سرعات اوتوماتيكي تقليدي عادي تماما. المنزومة دي بتطلع قوة حصانية بتوصل لمية حصان وعزم بيوصل لمية اربعة وتلاتين يوتل متر عند الف وربعمينة لفة. مفيش ارقام رسمية لحد دلوقتي متعلقة بالتسارع بتاع العربية من صفر المية. مفيش ارقام رسمية متعلقة بمعدل استهلاك البنزين ولا السرعة القصوى للعربية. ولكن ان شاء الله مع اقرب تقربة قيادة للعربية هنتعرف عليها بشكل مفصل. في طبعا تصفيح كامل اسفل المحرك وده باين من عندنا من هنا. بالاضافة كمان للبطان اللي موجودة هنا علشان العزل الخاص بالمحرك. ومفيش طبعا اه حاجات مرفع بها او مساعدين لرفع الكبوت ولكن عندنا العمود الاساسي اللي موجود هنا. طيب اه ابعاد العربية عشان الناس كتير سألت على ابعاد العربية. ابعاد العربية هتكون كالاتي. طول العربية الاجمالي اربعة متر واحدة تمانين سنتي. وآآ عفوا اربعة متر تمنتاشر سنتي. اللي الامعاد بتاعت العربية هيت. اربعة متر تمنتاشر سنتي. والعرض الكلي للعربية هيكون آآ متر خمسة وخمسين سنتي. والارتفاع الكلي للعربية هيكون متر وخمسين سنتي. طول قعدة العجلات اتنين متر تمانية وخمسين سنتي. من قعدة العجلات يعني من المسافة من العجلة الامامية للعجلة الخلفية بتكون اتنين متر تمانية وخمسين آآ سنتي. وارتفاع العربية عن الارض ستتاشر سنتي ونص. ارتفاع العربية اللي هو الخلوص الارضي او اكتر نقطة ممكن عربية يكون مرتفع عنها عن الارض. بيكون ستتاشر سنتي ونص. دي كده اه سريعا تغذيتنا ليه هينداي اه بايون اتنين وعشرين. بشكركم جدا على متبعاتكم. ونشوفكم ان شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد. وان شاء الله انتظروا المقارنة ما بين البيون وما بين اي عربية تانية في فقاتها ويمكن كمان نقارن ما بين البيون في فقاتها كلها لان احنا هدنا اربع فقات زي ما اتفاقنا. شوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد مع السلام.